مرحبا رح نعمل اليوم صاجية باللحمة رح نحتاج للصاجية لية لحمة بصل مكعبات فلفل الوان مكعبات بندورة مفرومة تم مفرومة فلفل اخضر مفروم وبهار اسود وملح بالعادة الصاجية بتنعمل على الطبق او الفحم بس ما عنا رح نعملها على الغاز رح نحط اللية كمية اللية هون كبيرة لانه انا ما بستخدم ولا سمن ولا زيت رح اضل اقلب اللية لحد ما سير لونها ذهبي واخر شوي فيها مقرمشين رح احط عليهم اللحمة كأني بقلي اللحمة لي لانه انا ما بديها تنزل ميتها بديها تستوي مع ميت البصل انا بعد ما اقلب اللحمة مع اللية رح احط عليها كمية البصل تقريبا كمية البصل قد كمية اللحمة عندي كيلو ولا ربع لحمة حطيت عليها كيلو ولا ربع بصل رح اضيف عليها معلقة كبيرة تومي مفرومة هلا بتقدروا ما تحطوها التوم هي اختيارية انا ضيفيتها من عندي طعمها كتير طيب مع الصاجية اللي ما بحب التومي ما يحط وبعدين بقلبهم كتير مع بعض وبغطي عليهم بتركهم ربع ساعة بعدين بحط عليهم حبة البندورة المفرومة برضو البندور هاي اختيارية اللي ما بحب البندورة ما يحطها بعدين رح احط عليهم الفلفل الاخضر الحار هلا بتقدر تكتر كمية او تقللها حسب ما بتحبوا معلقتين ملح ومعلقة فلفل اسود بقلبهم مع بعض وبتركهم 10 دقائق كمان على النار بغطيهم بتركهم 10 دقائق بدي اياهم كل المي الموجودة تروح منهم بعد 10 دقائق رح اعط عليهم الفلفل الوان اصفر و احمر رح اقلبهم مع بعض بالضبط على الغاز دقيقتين رح اتركهم مغطيين بياخدوا طعمة اللحمة وبعدين رح اورجيكم مياهم كيف بصيروا ما بضل ولا ندفت ماي رح نسكبهم بالصحن ونزينهم بالكزبرة بتقدروا تاكلوهم مع خبز طابون بتقدروا تاكلوهم زي ما بتحبوا مع خبز عادي صحة و الفناء جربو